ايه ارجوك افهمني اشترحلنا عنه كنت عايزة يعني في وسط الكتاب ادخل مش اتكلم على الناس النطجة او الكوبر بس كنت عايزة ادخل قصة لمراهق لان طبيعي الناس اللي بتقرأ عندها ولاد وعايزة تتعامل معهم ازاي حتى لو المراهق مش هيقرأ كتاب وفترة صعبة جدا 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 مشاكلها كتير قوي والمشكلة ان هي زي التفولة واكتر يعني اي حاجة بتحصل فيها مش مدروسة صح او مشاكل في التربية بتأثر لحد ما يكبر فعشان كده لازم نهتم بالمرحلة دي جدا بس المشكلة انه المراهق مستنزف للطاقة يعني فعلا والمشكلة ان البنت مزال ولد كل واحد عنده مشاكله فما ينفعش مثلا طريقة تعميميها على اتنين فكان لازم ان انا احط حاجة في النص تعرف شوية الناس اللي بتقرأ ازاي نتعامل مع ولادنا هما مشاكلهم ايه ادخلك جوعاق للمراهق اعرفك هو بيعاني من ايه يعني اللي بيقرأ ده اكيد حد كبير ايوه فلا مراهق ما بيقرأش فاكيد اللي هيقرأ حد كبير فلما يقرأ يفهم يوم في حياة المراهق انت بتشوفه من بعيد بيعمل مشاكل بيلبس لبس مش عاجبك بيعمل فرمش عاجبك بس انت ما تعرفش انعكاس ده على يعني هو جوه بيحس بايه وبيعمل ده ليه هو زي ما قلتلك ازمة منتصف العمر ازاي المراهقة مرحلة البحث عن الهوية انا عايز اعرف انا مين فتلاقيه طول الوقت المتطرف وعايز يلفت النظر باي شكل عشان يلفت النظر فوارد انه يغلط او يعمل حاجة منفرة او يعمل حاجة ملفتة بس بشكل سلبي فعايز يقلد الاجانب عايز يقلد الفنانين في اللوق بتاعهم عايز يعمل حاجة تخليه استصحابه ما حصلش مميز مختلف دايما المراهق مرايته صحابه مش اهله يعني لازم اهله صحابه يقولونه انه شايفينه واو يعني وقول جدا في اللي هو عامله لكن الاهل رأيهم مش مهم طب نصيحة صغيرة للاهل في ظل الظروف اللي بتحصل والحاجات الغريبة اللي بيحاولوا يعملوها المراهقين زي ما حضرتك قلت ما بين قصة شعر ما بين طريقة لبس ما بين اسلوب ما بين ايا مكان ايه هو التصرف الغير تقليدي اللي دايما بيطلع من المراهق احنا المفروض نعمل ايه بصي احسن نتقبل نتجاهل نتكلم احسن نصيحة بديها للاهل انه يختار معاركه مع المراهق لكن انا هفضل اعلق على كل جبيرة وصغيرة هفقد ممكن قيمة الكلام اللي بقوله قصاده هفقد احترامي يمكن لي كمان لانه طول الوقت المراهق ده حد ممكن يمسك فيك ممكن مندفع جدا ومش مركز مشاعر والوسائق فطول الوقت ممكن يمدي ايده على اهله لو اهله ضربوه يعني اهلس ما بقاش طفل فينفعش يضرب المراهق ما ينفعش يضرب نهائي المراهق يتعاقب بأي طريقة غير الضرب طول الوقت انا بالود والحنية وان انا سايسو طول الوقت ما بعلقش على الحاجات انا بسميها تفهة زي عمل قصة شعري ازاي عاملة لفت طرحتها ازاي عاملة شعرها ازاي لابس ايه مش لابس ايه حلو وحش لا معلقش على الحاجات دي الحاجات دي هو مبسوط كده خلاص حاجات دي حاجات صغيرة بالنسبة لحاجات اكبر اكيد مش هطنش ان ابني بيشرب سجايد اه او مش هطنش انه بيمدي ايده على حاجات وعلى فكرة ده بيحصل في المراقبة طبعا بيحصل خلل سلوكي مش لازم يبقى مضطرب لو ازباب نفسية بس مش لازم يبقى مضطرب مش هطنش ان انت تعرف حد اه او بتكلمه دراسيا مثلا عنده مشكلة او دراسيا عنده مشكلة ومستقبله هايدية طبعا لكن بقى لابس ايه مش لابس شعر ازاي شعر ازاي اصلا ايه الفورمال المقرفة دي لا تعليقاتنا تبقى دايما لطيفة وهدية انما انا بحاول بنحاول كلنا هو مجهد عايز جهاد بنحاول بنحاول على قد ما نقدر وبنتعلم وبنغلط وبنرجع وبنعدي يعني بنحاول هتعدي على فكرة بالزبط مرحلت بروحك هتعدي مش طول الوقت يبقى كده فالاب والام يهونوا على نفسهم ويهدوا شوية حاضر حاضر نتكلم شوية عن متمردة ومتمردة دي اكيد بتتكلمي عن البنت او الست اللي هي طول الوقت عايزة تعمل حاجات مش منسجبة مع المجتمع مش حاجات هنقيمها اخلاقين او دينيا بس هي عايزة تعيش في حرية هي لها مقايصها في الحياة ولها اسلوبها لها دماغها لها طريقتها في التفكير بس مش طول الوقت الناس بتستوعب ده هي مش فارق معها كلام الناس وما بتهتم مش بيه فبالتالي بتعمل اللي في دماغها بس مش هي ما ينفعش ان احنا نقول عليها هي مريضة او مضطربة بس هي مجرد حد مش بيمشي مع الشائع بيعمل حاجات على مزاجه مختلفة اللي هي مش شرط توافق رضا او قبول الناس بالاكبر في المجتمع الاثنة عشر خطوة ده ايه بقى ده انت عداهم خطوة خطوة هم اتناشر خطوة بتوع علاج الادمان يه هم اتناشر خطوة فيه علاج باسمه علاج الاثنة عشر خطوة اللي هو بيبقى فيه خطوة خطوة بيمشوا فيها في علاج جماعي دايما بيتم في المستشفيات لما بيكون المريض محجوز وده اللي بيشتغل للاج النفسي اللي بيشتغل على الادمان